موسيقى الثامنة لربعا بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع وقناة أوتي في على يوتيوب عبر حساباتنا على أكس فيسبوك إنستغرام وتيك توك وتنقلها مباشرة صوت المدى موسيقى لما نقول مبادنا ناسحين هذا الشيء يجب أن نرى حالنا فيه ونكرسه بالفعل وليس بالأوروب مبادنا ناسحين سوريين وفلسونيين يجوا ياخدوا محالنا محال مين هم بياخدوا هون بوجودهم بشغلهم بعيشهم شو نحن عم نعلم التربية لما بيتعلموا اليوم راحنا بدنا منهج سوري بالبداية عم يتعلم اليوم في مدارس عم طاعة البنهج السوري وين سيادتنا وين كربتنا في شي بلد بكل العالم بيعلم منهج بلد تاني ما بيكفينا الفلسطينيين بلبنان تايجونا بقية المخيمات على لبنان ما بيكفونا السوريين بلبنان تايجونا بقية السوريين على لبنان هيدا مش تفكير عنصري ابدا هيدا تفكير وطني وكل واحد يشوف حاله فيه لانه اللي عم بيجي يشتغل هون عم بيجي ياخد محال واحد لبنان عم بيهجر مفاوضات الهدنة في غزة سقطت هذا ما تدل إليه كل المؤشرات والمواقف ولو أن مفاجآت اللحظات الأخيرة تبقى واردة وفي هذا الإطار توجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز اليوم إلى الدوحة لعقد اجتماعا طارئ مع رئيس الوزراء القطري بعدما كانت وكالات الأنباء العالمية نقلت عن مسؤولين في حماس أن اجتماعات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار انتهت وأن وفد الحركة سيغادر إلى الدوحة أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو فجزم بأن بلاده لا يمكن أن تقبل طلب حماس انهاء الحرب في قطاع غزة كشرط للموافقة على مقترح الهدنة وشدد نتنياهو خلال اجتماع حكومي على عدم الاستعداد لقبول وضع تخرج فيه كتائب حماس من مخائبئها وتسيطر على غزة مرة أخرى وتعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية وتعود وتهدد مواطني إسرائيل وفق ما نشر مكتبه أما لبنانيا فترقب يومي لتطورات الهدنة أو الحرب في غزة ليبنى على الشيء مقتضاه ميدانيا وسياسيا غير أن ملف النزوح السوري فرض نفسه بقوة على المشهد المحلي في ضوء مساعدة المليار يورو الشهيرة والمؤتمر السحفي الذي عقده أمس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل معلنا إطلاق سلسلة تحركات سياسية وشعبية هذا الأسبوع نتوقف مع تفاصيلها في سياق النشرة واليوم رفع البطريارك الماروني مربشار بطرس الراعي السقف بشكل كبير حيث طالب في عذات الأحد بتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية وتوجه إلى النازحين بالقول المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم فلا تستبدلوا مغريات بقائكم في لبنان بوطنكم ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين الألعاب الأولمبية الربيط واليوم صار وقت تعيش اللعبة ما تتفرج من بعيد اختبر الحميس لحظة بلحظة واكتشف عالم الفرص مع فيزا كل خطوة، كل أفزة، كل رمية بتقربك أكتر من خط البداية لرحبتك عيش اللعبة قدي مع بطاقة OMT من فيزا الصادر عن بلومبانك عبر تطبيق OMT Pay أو عبر جميع مراكز OMT لفرصة ربح سفرة لافتتاح الألعاب الأولمبية بيريز 2024 بفضل فيزا إذن ميقاتي طالب بجلسة نيابية للبحث في ملف النزوح فهل يستجيب الرئيس نبيه بره؟ ها هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يرمي كرة النزوح الملتهبة مجددا من ملعبه التنفيذي إلى ملعب الآخرين وهذا ما تجلى من خلال اتصاله برئيس مجلس النواب نبيه بره والطلب منه عقد جلسة نيابية لنقاش هذا الملف مصادر قريبة من ميقاتي شرحت للأو تيفي أن الأخير شعر بحملة ضده تصل لدرجة التشكيك ولا تخلو من المزايدة خصوصا أنها جاءت من أطراف متعددة لذلك وبهدف وضع الأمر في نصابه الحقيقي وبما أن المجلس النيابي هو صاحب السلطة في هذا الإطار طلب عقد الجلسة المذكورة لوضع الآخرين أمام مسؤولياتهم كما تقول المصادر التي تكشف أن ميقاتي أبلغ برئي أنه سينصع لقرار المجلس فيما يتعلق بالمساعدة الأوروبية بقيمة المليار يورو أي يكن هذا القرار وهنا تتضرب المعلومات حول مآلات هذه الجلسة إذا عقدت أصلا وهل سيتم التصويت فيها على قبول هبة المليار يورو أو رفضها أو الاكتفاء بإصدار توصية عمومية حتى كتابة هذا التقرير لم يكن رئيس المجلس النيابي قد حسم أمره لناحية الدعوة لهذه الجلسة من عدمها كما تقول مصادر عين التين للأو تي في خصوصا أن الملف شائك وخاضع لفرز عامدي من جهة ولأننا على أبواب مؤتمر بروكسل من جهة ثانية وإي إجراء داخلي قد يؤثر على المناقشات والتوجهات هناك علما أن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير تعتبر أنه من الخطأ الحديث عن رفض الهبة خصوصا أنها غير مشروطة وأعباء لبنان جراء النزوح كبيرة لذلك لا بد من قبولها والمطالبة بالمزيد بالتوازي مع استمرار نهج العودة الطوعية والآمنة للنازحين على الخط نفسه يسير الاشتراكي الذي يشدد عبر الأو تي في على أن الهبة غير مشروطة مركزا على أهمية انطلاق الحوار مع المجتمع الدولي حول هذا الموضوع من جهة وضرورة التواصل مع النظام السوري من جهة ثانية في المقابل وفيما لم تحسم الكتل النيابية والأفريقاء توجهاتهم بالنسبة لهذه الجلسة بانتظار الدعوة أولا تشدد القوات اللبنانية على ضرورة استصدار قانون في المجلس النيابي يمنع الحكومة من قبول مساعدات وهبات دولية إذا كان هدفها تسهيل إقامة النازحين السوريين وبين هذا وذاك وبعيدا من المزايدات والشعبويات يتحرك التيار الوطني الحر بديناميكية وسرعة في هذا الملف وهو سيحمل استفساراته المتعلقة بالهبة للرئيسين ميقاتي وبر ووزير الخارجية وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان الذين سيلتقيهم هذا الأسبوع كما سيكون له تحركات على أكثر من صعيد ليبنى على الشيء مقتضاه إذن يستعد التيار الوطني الحر لرزمة من التحركات الأسبوع المقبل استتباعا للمؤتمر الصحفي لرئيسه سلسلة من التحركات يستعد التيار الوطني الحر للقيم بها الأسبوع المقبل لوضع نقاط على حروف ضائعة لدى المعنيين في ملف النزوح السوري وذلك استتباعا للمؤتمر الصحفي لرئيس التيار النائب جبران باسيل لذلك سيلتقي وفض من التيار نوابا ومسؤولين رئيس المجلس النيابي نبيه برري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجمعة العاشرة صباحا وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الثلاثاء العاشرة صباحا وذلك لفهم بعض المواقف التي أعلن عنها جهارة أكان من الأوروبيين أو من غيرهم مرتبطة بملف النزوح والخطر الذي يشكله هذا الملف على النسيج اللبناني والثقل الذي يرخي به على كاهل اللبنانيين وفي هذا الإطار قالت مصادر تيار عبر الأوتيفي إن التيار سيطرحها وجسه لا بل سيعيدها ويكررها على مسامع المعنيين لأنه كان على مدى سنوات طوال يضعها على الطاولة وبرسم الرأي العام اللبناني وجميع يعرفها وهو ينطلق من نقاط عدة إحداها الإعلان الأوروبي عن رزمة المساعدات المالية التي تصل إلى مليار يورو والتي يتخوف منها التيار بشكل كبير لأنها قد تكون شكلا من أشكال التوطين المبطن خصوصا بعد كلام ميقاتي عن هجرة موسمية ستكون متاحة للبنانيين في هذا الإطار ما يعني الدخول في نفق مظلم على صعيد هذا الملف قد لا تحمد عقباه وقد يوصل بالجميع إلى هاوية إن وقعنا فيها لن يخرج أحد منها سليما ولفتت مصادر التيار إلى أن تكتل لبنان القوي سيتقدم كذلك ثلاثاء المقبل باقتراح قانون يلزم الحكومة بترحيل كل شخص سوري موجود بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانية على ما قال رئيس التيار الذي اعتبر أن هذا بالتحديد هو تشريع الضرورة كما دعت مصادر التيار الحكومة إلى تطبيق قطة العودة المقرة من الحكومة السابقة والقيام بالإجراءات القانونية لذلك كما دعت المصادر البلديات إلى القيام بواجباتها وتطبيق توجهات وزير الداخلية في هذا الإطار وذكرت المصادر بأن التيار بكافة قطعاته يواكب الجولات النيابية بتحركات ميدانية شعبية بما يذكر بتحركاته النضالية في مواجهات الوصاية وينظم تحركاً الخميس المقبل أمام مركز سفارة الاتحاد الأوروبي في بيروت لرفع صوت في وجه أي نية قد تكون موجودة للتوطين وسيسلم سفيرة الاتحاد الأوروبي كما كل من سيلتقيهم رسالة واضحة عن موقف التيار في هذا الموضوع من جانبه أكد البطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بطروس الراعي في عذات الأحد ضرورة الإسرع في انتخاب رئيس للجمهورية والإسرع في إيقاف الحرب على جنوب لبنان وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية ولأسليبها المغرية بهدف تجنب عودتهم وابقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم ولا لصالح لبنان متوجها للنازحين السوريين توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية بهدف تجنب عودتهم وابقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم ولا لصالح لبنان فنقول لهم المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم لا تستبدلوا وطنكم بمغريات بقائكم في لبنان ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنه لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين هنا كما أنه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن لافتان إلى أن المفوضية كانت دائما شفافة جدا بشأن موقفها القائل أن الأمم المتحدة بما في ذلك مفوضية اللاجئين لا تعيق عودة النازحين إلى سوريا وتدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهم وأشار في حديث صحفي إلى أن المفوضية ستدعو خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي يعقده الاتحاد الأوروبي في 27 أيار الحالي إلى زيادة الدعم داخل سوريا وكذلك في البلدان المجاورة لسوريا موضحا أنها ستحث المجتمع الدولي على استكشاف ما هو ممكن فيما يتعلق بالتعامل بشأن سوريا فنحن نعترف بأن هذا أمر صعب وحساس وربما يستغرق بعض الوقت ولكن إذا أردنا عودة النازحين فعلينا أن ننظر إلى ظروف العودة في سوريا عضو تكتل لبنان القوي أن أبسي زر أبي خليل اعتبر أن موقف البطريارك الرعي في غايات الأهمية منتقدا خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي دعا بر للقيام بجلسة النيابية اليوم صار واضح جدا أن أوروبا تنتهج سياسة بتأمن مصالحها بالأمن والاستقرار إنما هذه السياسة تتعارض مع مصالحنا نحن كالبنانيين بالأمن والاستقرار بحيث أن أوروبا 10 مليون كيلومتر مربع قد لبنان على ألف مرة منا قادرت نستوعب العدد يلي استوعبوا لبنان وعم بتفتش على أبقاء هودئ النازحين في لبنان وعدم مغادرتهم إلى أوروبا وزيادة عن هايك هايلي السياسة باتت عم بتشكل خطر وجودي علينا كلبنانيين بحيث أنه تطبيقة عبر اللي نعرض مبارح من قبل رئيسة المفوضية واللي سمعناه من رئيس حكومة تصريف الأعمال هو تسهيل لهجرة اللبنانيين واستبدالهم بشعب آخر على أرض اليوم العودة لا يجب أن تكون نحن عم نحكي عن العودة الأمنة والكريمة العودة الطوعية هايدي سياستهول مدام هو بده ينتهج هايدي السياسة هايدي السياسة عم بتضرر بمصالحنا هو حقه يبرح له ويقول أنا ما عندي أجندة خفية إنما سياسته عم بتضرر بمصالحنا نقطة على السطر لا يمكن أن ينوجد على أرضنا هيدا الإنسان ويدعي لسياسات تناقض سياسات ومصالح الدولة اللبنانية نعم الدولة اللبنانية غير موافقة والخطة يلي اعتمدتها الحكومة اللبنانية السابقة واللي قبلها تحكي عن عودة آمنة وكريمة العودة الطوعية هايدي مش بالفوكابولير طبعا مش بمفرداتنا بيتفضل الأستاذ إيفو يغير هيدا الفوكابولير هيدا متمنى الهدنة الإعلامية بس الظاهر ما بيعرف يلتزم فيها رئيس حكومة تصريح الأعمال ولا معروف بيثباتوا على مواقفوا لمدة تفوق 24 ساعة الظاهر بكل الأحوال اللبنانيين بيعرفوا كثير مني مين اللي عم بيقاتل لمصالحهم ومين اللي بيقبل رشوة دولية وما بيعرف المصلحة وين ويسعى إلى استرضاء الخارج على حساب المصلحة اللبنانية وعلى حساب اللبنانيين وعلى حساب وجود اللبنانيين لا اليوم اللبنانيين كثير مني حريعك ومين هو نجيب مياتي ومين هو الطيار الوطني الحر إلى ملف رئاسة الجمهورية الذي حضر في عضاة عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي حيث أكد ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرتودي المطران الياس عودي أن لبنان بحاجة إلى من يحبه محبة صادقة بعيدة عن الحقد والشر والطمع والفساد وإلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم وإلى نواب يقومون بواجباتهم بعيدا عن المصالح والغيات الشخصية مشيرا إلى أن أولى هذه الواجبات الاجتماع خلال المهلة الدستورية التي يحددها الدستور من أجل انتخاب رئيسا للجمهورية لقد بضى ما يقارب العامين على انتهاء هذه المدة ولم ينجز واجبهم وكأن البعض استساغ الفراغ واستغنى عن وجود الرئيس نراهم يجتمعون عندما تدعوهم المصالح وتتضافر جهودهم من أجل إتمام المقتضى فإذا كان بإمكانهم الاجتماع فلما لا ينتخبون رئيسا ولما لا يطبقون الدستورة الدستورة المفروضة أن يكون مرجعهم الوحيد ولما لا يحترمون المواعيد الدستورية كلها ولما يتخطون المفاهيم الديمقراطية أهمية تطبيق القرار 17-01 وضرورة تكون مادة إجماع حضرت في كلام عضو اللقاء الديمقراطية النائب والأبو فعور الذي اعتبر أنه يجب أن يكون هناك مقاربة وطنية مسؤولة حكيمة شاملة متوافق عليها بين كل القوى السياسية اللبنانية للأمر المطالبة بتطبيق القرار 17-01 هي مطالبة شامل عامي بين كل اللبنانية وليس هناك بين اللبنانية حتى الذين يؤيدون الشعب الفلسطيني بالقول ونحن منه أو يؤيدون الشعب الفلسطيني بالفعل وهم جزء من العمليات العسكرية حزب الله أو غيرهم من القوى حركة أمل أو غيرهم من لا يقول بتطبيق القرار 17-01 لماذا تحويل هاله المطالبة بتنفيذ القرار 17-01 إلى مسألة خلافية بين اللبنانيين إذا كنا نجمع جميعنا على أن مصلحة لبنان هي في تنفيذ القرار 17-01 وطبعا مصلحة لبنان هو في التزام المسرائيلي بالـ 17-01 وتطبيق القرار الدول لرقم 17-01 يجب أن لا يكون مادة خلافية بين اللبنانيين وتطبيق القرار 17-01 يجب أن لا يكون لا إرضاء لأحد ولا خوفا من أحد ولا مسايرة لأحد بل يجب أن يكون بهدف واحد وحيد هو حماية لبنان من العدواني الإسرائيلي التي نرى جزءا منها اليوم والتي يمكن أن نرى ما هو أكبر ورأينا حجم البشعات ولا أقول هذا الكلام من باب الخوف ولكن أقول من باب الحرص الوطني ويجب أن يكون هناك مقارب وطني مسؤولي حكيمي شاملي متوافق عليها بين كل القوى السياسية اللبناني لتطبيق القرار 17-01 ليس على قاعدة التحدي ولا على قاعدة الاستفافات السياسية وأيضا ليس على قاعدة التخوين لأي طرف من الأطراف المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل يتأثر لبنان بمنخفض جوي آت من تركيا ستشتد فعليته خلال الساعة المقبلة مع خطر تشكل السيول والفيضانات على الطرقات والتفاصيل مع رئيس دائرة التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية سيد محمد كنج المناطق الأكثر أو الأكثر سأكون شمال لبنان هيكون أن الهواء هلأ عم يدرق بخدود 72-70 كيلومتر عم بيكون على السياسة عم بيكون فيه نشاط للهواء قليلة هي الرعبية بعيدة عن الشاطر اللبناني بخدود 10-15 كيلومتر عم تقرد علينا هيكون في عنا تطاعد لحبات البرد في الفترة المتاعية تطاعد السلوج على الألسان ومئتين متر على مستويات مرتفعة بس هالشيء حياتي لتدني درجات الحرارة بالمناطق الداخلية تحت معدلاتها على الأكل بحدود السبع درجات كمان الغزارة فينا نحكي عن فترة الغزارة ستكون من مساء اليوم لطباح بكرة بعد هذه الفترة بكرة ستكون الأمطار سيكون لدينا انخفاض إضافة درجات للحرارة درجات الحرارة مثل ما أحكينا تحت معدلاتها بكرة ستكون بحدود السبع درجات على الأقل الهواء بكرة بحدود خمسين كيلومتر بالساعة بكرة الأمطار ستكون بشكل متفرق تشتد أحيانا معبر أوراق تطاعد السلوج بكرة ممكن على ألفين ومئت متر يعني مستويات ألفين متر ستشوف باب السلوج حدة الأمطار ستبلش تتفف من بكرة لمساء وحيظل لعننا احتمال الأمطار لتقريبا الفترة الصباحية لنهار الثلاثة من ظهر نهار الثلاثة والطوع ببنش يستقر الطاص ونبلش نلمس بساعة درجات الحرارة لكن بتظل تحتمو عن ثلاثة لشهر حيات أنا بتذكر بشهر عيار بالعادي الحرارة بتكون بحدود 27 درجة على الساحل هنشتوبة بين 21 ل 15 درجة يعني بالساحل هتكون بحدود 19 الساحل بحد الأكثر بحدود 21 22 درجة مش أكثر من هك فيما نحكي عن 12 ساعة لون غزارة ولدي أمطار متفرقة تقريبا من بكرة الظهر لظهر الحرب الثلاثة ملنا موجة حر ما هي الدرجات الحرارة هتبلش تتعاطة نحن نحكي اليومين عن درجات الحرارة تحت معدلات السبع درجات تتعاطة تتتعاطة تتتعاطة تتطلع درجات الحرارة المزيد ولكن بعد هذا الفاصل والآن إلى الصفحة الرياضية والزميل ألينا الصار نظم ندي العصف جل الديب بإنية بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للشترانج الصيني بطولي باللعبة بالحديقة العامة بجل الديب حيث أطلق على البطولة اسم بطولة الشاف موريس زرد السنوية الأولى لتشجيع الدائم للشباب والشابات اللبنانيين لممارسة والتمرس بالألعاب الفكرية خصوصا الشترانج الصيني شارك بالبطولة 67 لاعب مثل نواد العصف جل الديب الجيش سنابل بيروت المشاريع بيروت مدرسة الإيمان عرامون مدرسة سان جورج بصليم الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية الجمعية الرياضية بدار الأمر نادي سان جورج الرياضي الزلق لاعبين من الصين مقيمين بلبنان ولاعبين سوريين مقيمين بلبنان بالنتائج وبعد كسر التعادل قدام أحمد نجار من السباق بفئة أعلى المصنفين ربيح السيني شيانج تشين بست نيقات قدام أحمد نجار من السنابل أربع نيقات ونص والمؤهل الأول ماروان شربل من الجيش أربع نيقات ونص بالفئة العامية ربيح عبدالله عزام بست نيقات قدام رامي ريمين خمس نيقات ومصطفى القردي من نادي المشاريع أربع نيقات بفئة المبتدئين ربيح تيو وكيم من مدرسة سان جورج بصليم بخمس نيقات قدام براهيم خضر سان جورج بصليم خمس نيقات أيضا وعلي مقبل من السان جورج بصليم أربع نيقات ونص بفئة تحت اتنعشر سنة ربيح أنجيل ومرون من العاصف جل الديب بست نيقات قدام لويس العلم من العاصف جل الديب خمس نيقات وعجولي حنة من السان جورج بصليم أربع نيقات بفئة تحت أربع عشر سنة ربح تلارة حنة من السان جورج بصليم بخمس نيقات ونص قدام جو حبيب حنة من السان جورج بصليم خمس نيقات ونص وعجيوفاني حايق من السان جورج بصليم ثلاث نيقات بفئة تحت ستة عشر سنة ربيح منويل أبو جودة من نادي العاصف جل الديب بخمس نيقات قدام جوني أبو جودة من ندي العاصفة جل الديب أيضاً خمس نقاط وقالية علم من العاصفة خمس نقاط بفئة تحت عشرين سنة ربيح إدوار عطية من العاصفة جل الديب بخمس نقاط ونص قدام علي خلف من المشاريع الرياضي أربع نقاط وأمين كوركماز من العاصفة جل الديب أربع نقاط وبعد انتهاء الجولات كانت كلمة لرئيس البلدية رمو عطية يرحب فيها بالمشاركين وأعلن أن الرياضة الفكرية ممتازة لللاعبين واللاعبات ولرئيس الاتحاد العميد الركن المتقاعد ليس أبو جودة بعد تم توزيع الشهدات والميداليات والكؤوس على الفئزين من إبل كبار الحضور والأمين العام للاتحاد اللبناني كما قدم الاتحاد لراعي الحفل هدية رمزية والختام مع صفحة الأحوال الجوية مصر الخير منخفض جوة عم بيسيطر على أجوائنا عم بيأدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة بيستمر تأثيره حتى صباح الثالثة ليستقر اعتباراً من الأربعة إذن جونا لبكرة غائم وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق المنينية نشوف سوا بنبدأ من الشمال وعكر عم بتسجل 22 درجة ترابلوس أيضاً العاصم بيروت 21 صور 22 درجة بننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 18 درجة لقلوق 9 زحلة 18 واجزين أيضاً 18 درجة نسبة رطوبة ساحلة بتوصل للـ 85% الريح سطحي تتراوح سرعتها بين العشرين وبتوصل للـ 45 كم بالساعة أم حال بحر أفامائج إذن شوية الأجوال بنتزارنا للأيام القادمة للتنين جونا غائم وماطر بتخف حدة الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعض الظهر وبتنحسر صباح الثالثة أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلة أقصها 21 درجة للتنين جونا غائم مع أمطار متفرقة بالفترة الصباحية بيتحول إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة واللي بتبقى دون معدلاتها الموسمية وبتسجل 22 درجة ساحلة للأربعة والخميس جونا غائم جزئياً إلى قليل غيوم مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة لـ 23 درجة للأربعة والـ 26 درجة لنهار الخميس وصلنا على ختم صفحة الأحوال الجوية للليلة فصحة مبارك لكل الطواقف اللي بتتبع تقويم الشرق تصبح على خير وبهذا نصل إلى ختم نشرتنا شكراً لحسن المتابعة للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء